على عباده الذين اصطفى وبعده لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا التطيبة المباركة والتي تحت عنوان صح فهمك وإن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة سنقوم بتصحيح عدة مفاهيم لا أقول بتصحيح مفهوم واحد لكن بإذن الله جل وعلا سأقوم بتصحيح عدة مفاهيم أرجو التركيز معي جدا مرة ثانية أرجو التركيز معي جدا فأنا لا أتيكم بمواضيع مستهلكة على الإطلاق ولا أتحدث معكم في قصص أو إيمانيات لا بل أتحدث معكم في علم بل أتحدث معكم في علم انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من يريد له به خير يفقه في الدين يفقه في الدين ولذلك أنا أتيكم بهذا الأمر لا بقصص يعني ربما يتكلم الإنسان في ساعة كاملة عن واحد راح المستشفى شفكيت إلى آخر هذه الأمور وكذا 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 في النهاية تنظر هل أتى بشيء من كتاب الله أبدا هل أتى بشيء من سنة رسول الله أبدا والكلام معلوم أنه إذا خلى من الدليل فقد خلى من النور ليس معنى ذلك أنني أنكر الموعظة من هذه الأمور لا بل لابد وأن نسقط عليها بإذن الله جل وعلا وأن نقول وهذا ما احترامي الذي حدث مثلا له دعم من كتاب الله جل وعلا قال تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لكن ربما تسمع كلاما كاملا ما فيه آية ولا فيه حديث فضلا عم أين نحن من الفقه أين نحن من الفقه أنا ممكن لو قيت الوقت ما احترامي عندي مجموعة من الطلب الجامعين وقالهم تعالوا يا جماعة أنا عايز واحد يقول لي شروط 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 لا إله إلا الله هي طب أنا أقول لكم على حق نواقد الإيمان ما أممكن ما كذا طب أقول لكم على حق طب تعال يا أخي قول لي ما احترامي نواقد الوضوء طب شروط صحة الصلاة آآ إلى آخر هذه الأمور هتجد ما احترامي لكن يا جماعة أنت تحكي لي أي حد يعرف فيها في الحكاة دي سواء في النت أو في الكتب أو الكتابات هتواعد تحكي لي واحد راح لكيتو ما هذا الكلام موجود وما احترامي ما فيه ما فيه إبداع لكن إنك تفهمني وتعلمني ديني هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب مش القصص والحاجات قل أسطور أنا هتعرض لي فتوى تعرض لها البعض وكثر فيها الجدل لكني أتيكم بإذن الله بالكلام الفاصل لا أقول بالكلام من عندي باعتباري كذا لا أنا ناقل أنا ناقل خلي بالكم معي هل يجوز الاستنجاء والوضوء والاختسال بماء زمزم مرة ثانية هل يجوز الاستنجاء والوضوء خلي بالكم قلت الاستنجاء والوضوء والاختسال بماء زمزم خلي بالكم ليه لأن معروف إن الماء ده شريف ماء شريف ماء مبارك أقورد فيه نصوص فممكن راح يقول لك إزاي إزاي أستنجبيه الثاني لا أتوضى به والثالث أقول لك أغتسل به وينزل كلا على عورتي وكد إلى آخر خلي بالك معايا العلم علم هل يجوز الاستنقاء والوضوء والاختسال بماء زمزم أقولها بملئفية نعم إذا دعت الحاجة إلى ذلك والأمر صحيح ولا بأس به ولا بأس به إذن الخلاصة هل يجوز نعم إذا دعت الحاجة إلى ذلك رغم أنه ماء شريف نعم رغم أنه ماء مبارك نعم واحد يقول لي زي يا أخي زي يا أخي أقول لي ده بسم الله عبدالن صعبانا سبنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان البئر ما فيه شي كذا إلا قليل من الماء جدا ماء زمزم بداية دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف مبارك يبقى نظم مدتك العلمية معايا دلت الأحاديث الصحيحة على أن ماء زمزم ماء شريف مبارك خلي بالكم معايا جدا طيب لورود الحديث الصحيح أي لوجود الحديث الصحيح في صحيح مسلم الذي يبين ذلك لما قال صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم إنها مباركة إنها مباركة إنها طعام كذا إلى آخر الحديث إنها مباركة إنها طعام كذا طيب وفيه طبعا فيه زيادة عند أبي داود وقد صحت بسند جيد إن شاء الله جل وعلا وشفاء من كذا خلي بالكم معايا جدا طيب الحديث ده اللي في صحيح الإمام مسلم إنها مباركة وطعام إلى آخره وزيادة عند الإمام أبي داود شفاء إلى آخره دلت على أن الماء هذا ماء مبارك وشريف ماء مبارك وشريف طيب وإن الماء ده هو طعام مش كده بس وشفاء مش كده بس ومبارك طعام وشفاء ومبارك والسنة الشرب منه والسنة الشرب منه ولذلك كان العلماء وكان الأكابر من سلف الأمة يشربونه بنيات مختلفة ده بنيت أن يكون عالم كبير إلى آخره وده بنيت أن يكون كذا إلى آخر هذه الأمور ولذلك شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم طيب نيجي بقى لحتة يجوز الوضع نعم يجوز الوضع منه ويجوز الاستنجاء ويجوز الاختسال إذا دعت الحاجة إلى ذلك وقد ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء خلي بالكم معي جدا إذن في الحديث الصحيح أنه نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضأوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا إلى آخره كل هذا قد وقع خلي بالكم معي جدا وماء زمزم يا جماعة إن لم يكن مثل الماء يعني إن لم يكن مثل كلا فيه إنه مبارك وشريف مثل الماء الذي نبع من بين أصابع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فوقه لم يكن فوق ذلك فكلاهما ماء شريف اللي خرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وتفجر من بين أصابعه ده ماء شريف مبارك وماء زمزم ماء شريف مبارك وبما أن الماء الذي خرج من بين أصابع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شريف ومبارك شريب منه الناس وتوضأ منه الناس وغسلوا ثياباهم واستنجوا منه إلى آخر هذه الأمور كذا بالنسبة لماء زمزم إذا دعات الحاجة إلى ذلك معي يبقى الكلام واضح جدا طيب خلي بلكوا معي جدا طيب إذا جاز الوضوء والاختسال والاستنجاء وغسل الثياب من الماء اللي نبع بين أصابع من بين أصابع سدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتالي يخدها خلاصة فبالتالي يجوز فعل هذه الأمور من ماء زمزم طيب وبكل حال ماء زمزم يا جماعة طهور طيب يستحب الشرب منه وزي ما قال الشيخ ابن بازر رحمه طلع عليه لا حرج في الوضوء منه وغسل الاستياب والاستنجاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك وقر روية عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له أنا قلت روية روية بصيغة التمريط ليه يا جماعة لأن الحديث ده في سنة ده ضعف في سنة ده ضعف ماء زمزم لمشوري بلا في سنة ده ضعف طبعا البعض طبعا حسنا هذا الحديث لكن قلت في سنة ده ضعف لكن يشهد لمعنى ويشهد له اللي هو الحديث السعي المتقدم والحمد لله رب العالمين الشيخ ابن بز رحمة الله عليه أفتى بهذه الفتوى بكلام مفصل فيه إطالة بإذن الله جل وعلا لمن أراد الرجوع إليه في برنامج نور على الضرب وفي مجموعة الفتوى المقالات بتاعت الشيخ عشر على سبعة وعشرين وقالوا في ختامه وقدروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له وفي سنة ده ضعف وفي سنة ده ضعف الحديث ده في سنة ده ضعف لكن يشهد لهذا الحديث الحديث الصحيح المتقدم لأن ذكرته في صحيح مسلم بإذن الله جل وعلا طيب الفتوى الثانية بقى أو تصحيح المفهوم الثاني من الفتوى الثانية هل يجوز الجلوس مع أخت الزوجة وحدها وهل ينتقد الوضوء بلمسها مثلا قاعد مسك إيدها بتاعي يعني بسلم عليها كلام أي حاجة من دي خلي بالكوا معايا جدا في ناس بيبقى عندها الأمر يعني بسيط جدا وما دم تقول الدخط مراتي أخي حد غريب عادي خالص يسفروا مع بعض ويعودوا مع بعض وممكن تكون زوجته راحت مثلا عمل بتاعها وراحت مشوار أو سفرت إلى أمر ودي أعدى معاه في خلوة خلي بالكوا هل يجوز؟ هل يجوز أن يلمسها؟ خلي بالكم معايا جدا بنقول يحرم ذلك يحرم ذلك خلي بالك معايا وديك التفصيل ما حدش تسرع على الإطلاق ليه؟ لأنه بنقول للسائل اللي سألنا هل يجوز أن يقعد معاك تمراته ويلمس مثلا إيدها أو ما شابه ذلك بنقول له يحرم عليك أن تجلس مع أخت زوجتك أو غيرها من النساء خاليا بها خاليا بها الخلوة دي ممنوعة حرام حرام يقول لك حرام لإيه؟ ده هي خلاص يعني ما أنت عارف أنه متجوز أختها إلى آخر هذه الأمور خلي بالكوا وفي هنا تحريم خلي بالكوا التحريم من قسم إلى قسمين تحريم تأقيد وتحريم تأبيل ده مش تحريم تأبيل بدليل إنك لو طلقت زوجتك ممكن تتجاوز دي على طوال لو ماتت زوجتك ممكن تتجاوز دي فلا تحريم تأقيد مش تحريم تأبيل وبتتفلسف فيها لا بد تقف على الفام الصحيح ولا بد تنصاع ولا بد تحفظ على دينك خلي بالك معايا جدا ولذلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا يخلون رجل بمرأة إلا وكان الشيطان ثالث هما لا يخلون ودي مصبت الخلوة لا يخلون رجل بمرأة إلا وكان الشيطان ثالث هما خلي بالك معايا الحديث فين عند الإمام مخاري فين عند الإمام مسلم أو عند الإمام أحمد في مسنده لذا يحرموا على الرجل أن يختل بمرأة أجنبية منهم ولذلك بنقول للسائل بقى اخت زوجتك أجنبية منك لأن التحريم تحريم تأقيد ليه لأنك إذا طلقت زوجتك جاز لك أن تتزوجها وإذا ماتت زوجتك جاز لك أن تتزوجها إذن هي ليست من محارمك إذن هي ليست من محارمك طيب بالنسبة بقى بيسأل بيقول هل ينتقد الوضوء بلمسها يعني ونعم مع كده إيدي كيت ومنشار مع بعض وإيدي جات علىه هل ينتقد الوضوء بلمسها بنقول له خلي بقى لك من دهي ليس كما جاء في مذهب معين بنقول له لا الوضوء لا ينتقد بلمس المرأة بمجرد لمس المرأة لا ينتقد الوضوء إلا إذا كان بشهوة إلا إذا كان بشهوة يبقى لا ينتقد الوضوء بلمس المرأة إلا إذا كان بشهوة خلي بقى لكم معي جدا فإذا مس رجل امرأة بشهوة انتقد وضوءه سواء كانت دي أجنبية عنه أو غيرها سواء كانت أجنبية عنه أو غيرها طيب والمس اللي بينقض الوضوء دي يا جماعة اللي أنا بتكلم عنه ومس البدن بدون حائل يعني مس كده جسماء بدون حائل ما كانش فيه ثوب ما كانش فيه كده إلى آخر هذه الأمور ما كانش فيه غطى على المكان إلى آخره فلّي بالكم معايا جدا وهذا ما قرره أهل العلم إلا أنا قلته ليه إذن نركز مع بعض جدا الأخ ده بيسأل هل يجوز أنه يختلي بأخت زوجته باعتبار أنه بيقولك ده من محرمي وكيد ولو لمسها حطيره على إيدها على كده إلى آخر هذه الأمور هل ينتقد وضوءه يبقى نركز مع بعض بنقوله الفعل ده حرام المجرد الخلوة بها حرام ليه لأن السيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلونا رجل بمرأة إلا وكان الشيطان ثالث هوم كما عند الإمام بخري في صحيح عند مسلم في صحيح ده أحمد فيه مسنده ما ينفعش يقوله أصدق ده محرم عليه بنقوله التحرم نوعين في تحرم تأقيد وتحرم تأبيد ده تحرم تأقيد يعني إيه تحرمها مؤقتة بمعنى أن لو أنت طلعت زوجتك تتجوز دي ولو ماتت زوجتك بتتجوز دي يبقى في الحالة دي لا لا يجوز لا يجوز لا تختلي بها ولا بغيرها لا تختلي بها ولا بغيرها ممن جاز لك كذا أو ممن ليسوا من محارمك خلي بالك معايا جدا طيب بالنسبة بالانتقاد الوضوء هل ينتقد وضوءه بلمس كذا بنقوله لا مجرد لمسة المرأة عند دون قصد يقولك لا 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 ما بينقلش الوضوء ما بينقلش الوضوء مش حتى الزوجة الزوجة ايدي لمست ايدي ما في أي مشكلة لمست ايد بدون قصد امرأة أخرى ما في الوضوء ما تضعش إم تتوضى إذا كان اللمس ده بشهوة إذا كان سواء كانت بقى أخت زوجتك أو أي وحده اللمس ما ده بشهوة كده واللمس اللي نقصده هنا اللي هو إيه يا جماعة قلنا اللمس بدون حائل بدون حائل وده اللي قرره أهد العلم واللي عايز يرجع ليه تفصيل الفتوى ممكن يرجع ليه فتاة والشيخ عبدالله بن حميد صفحة 48 طيب أجي بقى على نقطة مهمة جدا تصحيح مفهوم ثالث كان أثر جادل كده شفته على منصات التواصل للشباب لما وروني يعني كده وضوء الشخص وهو عريان أو عورته مكشوفة خلي ما يكون مثلا في الحمام بيختسلوا كلام ده كله بتوضى أو كان خالع لسبب ما في الحمام لسبب يعني مش كده عمدا لا ده لسبب ما ولضرورة خالع ملابسه وتوضى على هذه الحالة وبيسأل طيب لو كانت بالمر بالمرة بيستحمى هل الغسل يعني محترامي يغني عن الوضوء ويكفي عن الوضوء خركزه معاه جدا إذن السؤال من شقين وضوء الشخص وهو مكشوف عورته أو وضوء الشخص وهو عريان سواء كان في الحمام أو في كاتل لضرورة خلي بالكم معاه جدا بنقول وضوء الشخص وهو في الحمام ولا أحد معه وعارن جائز وصحيح ولا شيء فيه جائز وصحيح ولا شيء فيه يعني هو الشخص الوحده مش حد مطلع على عورته وبرضه كان بحاجة إلى ذلك مش عدته أنه يمشي عريان كده وبتاعه داخل كده لا الله حقه أن يستحى منه خلي بالكم معاه جدا من هذا لكن الضرورة استدعت ذلك هو في الحمام عنده عاري لأنه خلاص اغتسل أو بيغتسل إلى آخر هذه الأمور طيب وما يجي يتوضى وهو عاري في هذه الحالة في الحمام بنقول له وضوءك ده وضوء إيه جائز وصحيح الوضوء هنا جائز وصحيح ليه يا جماعة لأن ستر العورة ليس من شروط صحة الوضوء ليس من شروط صحة الوضوء محدش من الفقهاء المعتمدين قالوا أن من شروط صحة الوضوء مثلا يعني مثلا ما قالوش أن من شروط صحة الوضوء أن تكون العورة كذا يعني متغطية إلى أخيري لا يبقى ليس من شروط صحة الوضوء ستر العورة يعني ستر العورة ما هوش من شروط صحة الوضوء لكن بضابط اللي أنا عايز أكر عليه مرة ثانية شان ما حالش يفهم كلامي غلط قال لا ينبغي أن يفعل ذلك اللي هو الكشف العورة إلا في وقت الحاجة إلى ذلك إلا في وقت الحاجة إلى ذلك زي ما يكون مثلا في أثناء الغسل وما معاش حد الكلام واضح طيب أنا مجي بقى للدليل بقى أنظر لما عند الإمام الترمذي وعند أبي داود وعند أحمد في المسند أن معاوية ابن حيدة معاوية ابن حيدة هكذا الضبط معاوية ابن حيدة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عورتنا منأت منها وما نذار بسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي يقول له إيه احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك فقال الرجل يكون مع الرجل يعني برضو عورته تكشف أو كده قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت ألا يراها أحد ففعل إن استطعت ألا يراها أحد ففعل قلت فالرجل يكون خاليا يا رسول الله طبعا فالرجل يكون خاليا بعد ما سأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين السابقتين قال طب فالرجل يكون خاليا الصورة الأولية اللي أترك سأل عنها آه عورتنا ما نأتي منها وما نظر بيّن له احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك طيب الرجل يكون معه الرجل يقوم سيدنا النبي يقول له إن استطعت ألا يراها أحد فافعل ثالث حاجة بها يقول له فالرجل يكون خاليا يقوم سيدنا النبي يقول له إيه الله أحق أن يستحيا منه الله أحق أن يستحيا منه طبعا الحديث مرتبته حسن خلي بالكم عاية جدا فلما سيدنا النبي يقول له الله أحق أن يستحيا منه يبقى معناها إن الإنسان ما يفعلش هذا الفعل أنه يتوضأ وعورته مكشوفة أو هو عاري إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك طيب خلي بلكم زي ما يكون بيغتسر في الحمام مثلا أو كده طيب إذن ستر العورة لا تعلق له بالوضوء لا تعلق له بالوضوء مش مبنى عليه الشرط في صحة الوضوء لا تعلق له بالوضوء وإنما هو شرط من شرط صحة الصلاة هو شرط من شرط صحة الصلاة وليس من شرط صحة الوضوء خلي بالكم معايز كلامي ده يتحافظ وإزاي أنا بعيد لك بعض الجمل أكثر من مرة مثلا لما أقول لك هو ما هوش من شروط صحة الوضوء بل هو شرط من شروط صحة الصلاة زي ما أقول لك إيه مثلا من صلى مكشوف العورة عامدا واحد قال لك طب لو هو مكشوف العورة وهو بيتوضى الحاجة تدعوه لذلك ما فيش مشكل يقول لك طب خلاص هيصلي بقى هو الوحد هو عاريا متعمدا خلي بالكم معاي جدا من صلى مكشوف العورة عامدا بطلت صلاته بالاتفاق بالاتفاق علىها إجماع صلاة بطل صلاة بطل إن صلى عاريا أو مكشوف العورة متعمدا متعمدا يبقى هنا بطلت صلاته بالاتفاق دون وضوء خلي بالكم معاي لكن هل وضوء يبطل عشان كان عليان لا وضوء لا يبطل لكن الصلاة هنا اللي تبطل لما صلى عامدا عاريا بطلت صلاته لكن يبقى على وضوء وضوء منطقاتش ولا بطل أو وضوء ما بطلش خلي بالكم معاي جدا وإذا قال الفقه ليس كل ما يبطل الصلاة يبطل الوضوء ليس كل ما يبطل الصلاة يبطل الوضوء ليس كل ما يبطل الصلاة يبطل الوضوء خلي بالكم معاي جدا ليه لأن الصلاة مثلا بتبطل بكثير الكلام واحد يتكلم كثير في الصلاة تبطل صلاته خلي بالكم معايا لو كلم كلام كتير في الصلاة يعني كلام موش يخص الصلاة يتكلم بكلام كثير لا تبطل صلاته مش كده بس زيادة الأركان الفعلية في الصلاة عمدا تبطل الصلاة أيضا استدبار القبلة يبقى عارف أن القبلة كده ويستدبر القبلة يستدبر القبلة هوا برضو إلى آخرين برضو مبطلة للوضوء الإنسان الذي يستدبر القبلة لأنه من شهود ساعة صلاة استقبال القبل فلي يصل مستدبر القبلة صلاة بطلة خلي بالكم معايا جدا ودي أشياء كلها تفسد الصلاة لكن لا أثر لها على الوضوء سواء كان استدبر القبلة بنقول صلاة بطلة لكن وضوء زي ما هو هو على الوضوء طيب زيادة الأركان الفعلية عمدا في الصلاة بنقول صلاة بطلة لكن وضوء صحيح الوضوء ما اتنقدش طيب الكلم كلام كتير في الصلاة بطلة صلاة لكن هو على وضوء لكن هو على وضوء ليه لا أثر لهذه الأمور على الوضوء خلي بقى لكم معي بقى بالنسبة بقى ليه الشق الأخير من السؤال أنه بقوله هل يكفي الغسل ويجزئ عن الوضوء يعني هو بيغتسله يكفي ويجزئ عن الوضوء بنقوله الشيخ ابن عثمين في لقاء الباب المفتوح في السؤال 14 برقم 109 سئل هذا السؤال قال إيه الشيخ قال إذا اغتسل إذا اغتسل المسلم بنية الوضوء إذا اغتسل بنية الوضوء ولم يتوضأ خلي بالك هو يعني اكتفى بس بالغسل له اغتسل بنية الوضوء ولم يتوضأ فإنه لا يجزئه عن الوضوء فإنه لا يجزئه عن الوضوء إلا إذا كان عن جنابة إلا إذا كان عن جنابة فإذا كان عن جنابة فإن الغسل لا يكفي عن وضوء يعني إن كان الغسل ده عن جنابة نعم الغسل ده يجزئ عن وضوء الغسل ده يكفي عن الوضوء لكن إن ما كانش عن جنابة فإنه لا يجزئ عن الوضوء ده كلام الشيخ فإن كان عن جنابة فإن الغسل يكفي عن وضوء لي قول الله وإن كنتم جنوبا فالطهروا وإن كنتم جنوبا فالطهروا خلي بالك معي طبعا دي في سورة المايدة الآية 6 ولم يذكر وضوءا بكده يا جماعة أعتقد أن احنا بيننا الحق في تلك الفتوى أيضا وصححنا المفهومة فيها جدا قبل ما دخل على فتوى أخرى في تصحيح المفهوم فيها كان الشباب من فترة طويلة جابوا لي أكثر من رسالة وقالوا لي يا شيخ ورش في ناس بقولوا أن ورش مش مصري قالوا كده يعني في ناس بقولوا أنه مش مصري هل هذا الكلام صحيح بس قلت صحح المفهوم في دي خلوا بالك معي جدا فيما لا يزد عن وقت قليل جدا وفي نفس الوقت يا معلومة غاية في الأهمية وأيضا أتخرج منها بفائدة إن شاء الله جل وعلا ورش رحل من مصر إلى المدينة لأن في ناس ظنط أن ورش كان مدن أبدا أبدا ده ورش رحل من مصر إلى المدينة المنورة للقراءة على الإمام نافع رحناك وختم عليه خمس ختمات خلي بالك معي جدا ولذلك لما رحل ورش من مصر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقرأ على الإمام نافع وجد على الإمام نافع الزيحام شديد قوي يردين وقت حتى بالنسبة ليه في الظاهرة مفيش في وقت العصر مفيش في وقت المغرق مفيش بين الصلاة مفيش طب حتى بعد عشر مفيش وقت على الإطلاق مش لإيه الوقت إلا يا جماعة قبيل الفجر قبل الفجر مش بعد الفجر قبل صلاة الفجر ده الوقت ولذلك شوفه وقت العالم الرباني الحقيقي كلته في الخير طبعا بيعمل والرجل يتكسب عشان برضو ما تقولش ده كده وفي نفس الوقت هو هذا تخصصه وبعدين ده انتجاتي آخر الوقتين انت ما بتيقول ده أستاذ جامعي أو قاعد مع ترامي يشرح يشرح مادة علمية وعيش على نعم عايش وهذا عمل وفيه حبس وأقط وإلا بتجي على هنا بس وتبقى يعني لا حال ولا قوة إله بالله المهم خلاصة عشان القلوب المريضة بس فهنا ما وجدلوش وقت على الإطلاق إلا قبيل الفجر ليه بسبب الزحام الشديد على الإمام نافع الناس قالوا برضو من كل مكان اللي جاي من المدينة واللي جاي من بقية أرض الحجاز واللي جاي من بره الحجاز إلى آخر هذه الأمور المهم يعمل إيه ورش أما التشفع لبعض الشفعاء الناس المقربين والمحبوبين عندي نافع وقال لهم يعني قولوا لهم أنني راجل غريب وجاي من مصر مخصوص وانت سايب دياري وبلدي وعلى بعد قدي قدي إيه وجاي سفر أيام والغربة ذكروا بكلام ده كله وشفوا عنه عشان يجديني وقت فطبعا الإمام نافع قال له ما عندي وقت إلا قبيل الفجر خلاص يجي قبيل الفجر خلي بالكم يقوم يحصل إيه أحد طلاب الإمام نافع تبرع بوقته واحد من الطلبة دول لما يعني شفوا الرجل غريب وعنده علوهمة وحرص على أنه يقرأ ويختم على نافع قال له خلاص أتبرع لك بوقت في الأيام اللي أنت موجود فيه هنا عند الإمام نافع مش على طول لا في الأيام دي خلي بالكم معايا جدا ثم تبرع أحد طلاب المدنيين اللي هم من أهل المدينة بحصته لورش أم طالب تاني قالوا أنا خلاص أتبرع له بالوقت بتاعي كمان عشان يبقى عنده متسع من الوقت ويكفي بإذن لأنه يختم ختمات وما يطولش الأمر معاه وبعدان التالت الأولاء تبرع له فكل طلاب وقت معين وقت يعني مرحلة معينة أم متبرعين بوقتهم يعني وديه يكون الوقت دا من كذا إلى كذا الوقت المجموعة دي بالكامل من أبناء المدينة تبرعوا بوقتهم لورش اللي جاي من مصر عشان إيه يقرأ على مين على الإمام نافع فشاء الله سبحانه وتعالى أن يختم ورش على نافع خمس ختمات يا جماعة ختم عليه أو قرأ عليه أو ختم على إيده زي من الله باللهجة المصرية خمس ختمات يبقى ختم ورش على نافع خمس ختمات يا مولانا وعاد بعدها إلى مصر وعاد بعدها إلى مصحح مفهومك صحح الفهم اللي عندك في هذا الباب وعاد إلى مصر وتوفي الإمام نافع اللي انت يجب تعرفه بقى خلاص واللي تفهمه وتخرج به من الموقف دي عرفت أنه رحل من مصر إلى المدينة المنورة عشان يختم على الإمام نافع وجد عنده ازدحم كثير أوي تشفع ببعض الشفعاء يا جماعة قلوله لغربتي قلوله لكي تاني جاي من كذا وعايز ما طولش في المدة عشان عندي برضه أموري إلى آخر هذه الأمور تشفع عنده قال له ما عنيش على قبيل الفجر فبعض طلاب المدينة أشفقوا عليه قال له تعالى 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 المجموعة من الكامل قال له طب خلاص في الوقت ده ومن كذا إلى كذا خلاص ده بتاعك احنا كلتنا متبرعين لك بالوقت ده في الأيام اللي انت محتاج تختم فيها على الإمام نافع وبالفعل ختم خمس ختمات على الإمام نافع وبعدها رحل إلى مصر خلي بالكم عاية جدا ايه الدرس المستفاد خلاص توفي نافع وتوفي ورش وتوفي الطلاب دول اللي هم تبرعوا بأوقاتهم وبحصتهم وبقيت رواية ورش عن نافع بقيت رواية ورش عن نافع لليوم خلي بالكم رحلوا من مصر للمدينة ختم عليه خمس ختمات وجاء بيتبرع بعض الطلاب الختمات دي أو الرواية بتاعة ورش عن نافع دي بقية لليوم الختمات اللي استفادها دي بقت هي رواية ورش عن نافع ورواية ورش عن نافع بقيت إلى يومنا هذا وثاقلت موازين الذين تبرعوا طبعا بحصتهم وظلت وقفا جاريا عليهم إلى اليوم لقرابة يا جماعة الواتي ممكن تقول 1250 سنة تقريبا 1250 سنة تقريبا خلي بالكم من دي شفتوا بقى علوه الهمة صححتوا المفهوم من حيث ورش راحل منين إلى فين طيب عرفتوا قضية من يعني تصدق عليه بالوقت ولذلك باقي فعلوم هذا يعني أشبه بي بل هو حقيقة يعني باقي في موازين أعمالهم وظل وقفا لهم إلى يوم القيامة لأن كل ما بنقول الوقت يا جماعة رواية ورش عن نافع الأجر ممتد مش لبس الورش منافع لا واللي كانوا سبب في هذه الرواية رواية ورش عن نافع اللي هم الطلاب اللي تصدقوا بوقتهم على ورش طبعا أنا أقف عند هذا الحد ولا أطيل إن شاء الله جل وعلا وأسأل الله لأن الوقت انتهى طبعا كنت أدخل في تصحيح مفهوم آخر لكن إن شاء الله نرجئه إلى الحلقة القادمة نرجئه إلى الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا وإلى أن نلتقي إن شاء الله أقول للجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته